صوت 48 ألف عامل في نقابة العاملين في جامعة كاليفورنيا والتي تضم عشر كليات صوتوا لصالح البدء في الإضراب دفاعا عن حق الاحتجاج من أجل فلسطين يأتي ذلك بعد حملات الاعتقال والاعتداءات على الطلبة في الخيام الذين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد فشل إدارة الجامعة في معالجة الشكاوى المتعلقة بشأن التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين واعتبر نشطاء أن تصويت نقابة العاملين في الجامعة على البدء في الإضراب يوم الاثنين المقبل يشكل قرارا تاريخيا قد يدفع بالنقابات في جامعات أخرى واتحادات عمالية للإضراب دفاعا عن حق الطلبة في الاحتجاج من أجل قضية الفلسطينية